اهلا بكم من جديد تلفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عناية جميع متاجر البيع بالتجزئة ومحلات السوبر ماركت بمملكة البحرين للالتزام بالارشادات التوجيهية الصادرة من وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا وذلك بضرورة ان تقوم جميع المحلات باتباع هذه الارشادات والتعليمات الواردة والموجودة في الموقع الالكتروني لوزارة الصحة تدعو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جميع متاجر البيع بالتجزئة ومحلات السوبر ماركت التقيد بتعليمات وزارة الصحة من اجل الحفاظ على سلامة عملائها وموظفيها وذلك في ظل ما تفرضه الظروف الاستثنائية الراهنة على المستوى العالمي وتشمل هذه الارشادات ترك مسافة متر واحد بين كل زبون اثناء التسوق في متاجر البيع بالتجزئة والهايبر والسوبر ماركت في كافة انحاء المملكة تفعيل خدمة التسوق الالكتروني قدر المستطاع في كافة متاجر بيع التجزئة والهايبر والسوبر ماركت توفير جهاز قياس حرارة وفحص جميع مرتدين متاجر بقياس درجة حرارتهم سهولة الوصول الى البضائع ذات الشراء المتكرر توفير معقم الايدي لجميع الزبائن كما تأمل الوزارة القيام بحث جميع العاملين بالمتاجر والسوبر ماركت بلبس الكمام والقفازات لسلامتهم وسلامة الجميع تنظيف كافة عربات التسوق وتعقيمها قبل وبعد كل استخدام من قبل الزبائن تفعيل اجهزة الدفع الالكتروني عن بعد في جميع المتاجر والهايبر والسوبر ماركت هذا وستستمر الوزارة في جولاتها التفقدية للأسواق والمجمعات حرصا على سلامة الجميع وللحصول على المزيد من المعلومات والاستفسارات يرجى الاتصال بمركز الاتصال الوطني على الرقم المبين اسفل الشاشة عقدت مجموعة البركة المصرفية جمعيتها العامة العادية وقد ترأس الأستاذ عبدالله عمار السعودي نائب رئيس مجلس الإدارة الاجتماع حيث ناقش مساهم المجموعة خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة خلال السنة المالية المنتهية في الحادي وثلاثين من شهر ديسمبر لعام الفين وتسعة عشر واستمعوا إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموحدة للسنة المالية المنتهية في الحادي وثلاثين من نفس الفترة وإلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في الفترة المذكورة ثم تمت مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في نفس الفترة والمصادقة عليها بعدها تم اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بعد الحصول على الموافقات المطوبة من الجهات الرسمية بحيث يتم تحويل عشرة في المئة إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع عشرة ملايين وخمسمائة وسبعة وستين ألف دولار أمريكي وتوزيع أرباح نقدية قدرها أربعة وعشرون مليون وثمانمائة وسبعة وخمسون ألف دولار أمريكي بواقع سنتين للسهم الواحد يعادل اثنين في المئة من القيمة الإسمية للسهم اليوم انعقدت الجمعية العمومية العادية بمجموعة البركة المصرفية في قاعة الشيخ صالح كامل وترأس الاجتماع الأستاذ عبدالله عمار السعودي وتم مناقشة جميع البنود التي تليت في بداية الاجتماع على المساهمين وحضر أكثر المساهمين عن طريق البروكسي عن طريق التفويض بسبب الظروف التي تمر بها العالم وبالذات منطقة الخليج حيث أن هناك عدم سفر لكثير من دول الخليج فلهذا السبب كانت الجمعية قليل خفيفة السنة ولكن الحمد لله كان هناك مناقشة جيدة لأول مرة تأخذ الجمعية العمومية أكثر من ساعة وهذا يدل على أن البلد والحمد لله حرص البلد وحرص المؤسسات المالية وحرص الجهات الحكومية والرقابية على إعطاء جميع المساعدات للمؤسسات المالية لأخذ جميع الأمور بطريقة سلسة وحتى تكون الجمعية والجمعيات الأخرى بطريقة جدا سلسة والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل نشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع نسبته ربع نقطة مئوية مغلقا التداولات عند مستوى 1389 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة ستة ملايين ومائتين وتسعين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مليون ومائتي ألف دينار تم تنفيذها من خلال عشرين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 5990 نقطة من خفاض بنسبة 2.94% أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 3442 نقطة من خفاض بنسبة 3.11% أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 1714 نقطة من خفاض بنسبة 3.78% قررت شركة طيران الإمارات تعديل عملياتها بما يتماشى مع التوجيهات الرسمية والطلب على السفر وقال بيان رسمي للشركة أنه بعد تلقي طلبات من الحكومة والعملاء لدعم عودة المسافرين إلى بلدانهم ستستمر شركة طيران الإمارات في تشغيل رحلات الركاب والشحن إلى دول معينة حتى إشعار آخر طالما ظلت الحدود مفتوحة واستمر الطلب على الرحلات أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخاخ عن حزمة إجراءات استثنائية تبلغ كلفتها مليارين وثمانمائة وخمسين مليون دولار تهدف إلى حماية الأفراد والمؤسسات وذلك من أجل التخفيف من التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا وقال الفخاخ في كلمة متلفزة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بدء تفشي وباء كورونا استهدفت حماية المواطن التونسي وعدم فقدان أماكن العمل ودعم المؤسسات الاقتصادية من أجل الخروج من الأزمة النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل انتشار فيروس كورونا في العالم يهدد صناعة السيارات بالشلل أعلن بنك التنمية الوطني البرازيلي اعتزامه ضخ 11 مليار دولار لحماية الوظائف إزاء تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد وسيستخدم المبلغ لتمويل تعليق سداد الفوائد والقروض المباشرة وغير المباشرة للشركات البرازيلية المستحقة لبنك التنمية لمدة ستة أشهر وزيادة عرضها للقروض على الشركات المتوسطة والصغرى أشار تقرير اقتصادي إلى أن اغلاق مصانع السيارات في أوروبا وأمريكا الشمالية واللاتينية قد يؤدي إلى خفض الانتاج العالمي من السيارات هذا العام بأكثر من مليون واربعمائة ألف سيارة وكانت مصانع السيارات في جميع أنحاء العالم قد أعلنت عن خطط لتعليق الانتاج مؤقتا من أجل تطهير المرافق ومنع انتشار الفيروس المستجد ومن شأن الفجوة أو فترة التوقف هذه التي قد تستمر لما يقرب من ثلاثة أسابيع في بعض الحالات أن تخلق أزمة نقدية فورية لشركات صناعة السيارات من خلال التراجع في إنتاج المركبات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة